انا جاي لكم النهاردة باكلة رهيبة جدا جدا فيها تكة كده هتاخد طعمها في حتة تانية خالص وهي سمك الفليل قبل ما نبدأ الفيديو انا اسمي نوها متنسوش اللايك والاشتراك اذا عجبكم الفيديو معي المكونات فلفل طماطم ملح كزبرة كمون وهاصر عليهم لمونة وهنزل بالمكونات كلها وهضربها في الميكسر وهنزل عليها بشر لمونة بشر لمونة يا جماعة هياخد الاكلة دي في حتة تانية خالص خالص هنقلها نقلة رهيبة وهيخلي طعمها حاجة كده مش ادرس فيها لكم بجد يعني جربوها وعرفوني رعيه كوي هندرب الخلطة بالطريقة دي كويس جدا جدا نخليها نعمة كده وحلوة علشان ما يبقاش فيه اي كتلة عندنا واحنا بنتبل وبعدين بعد كده هناخدها وهنحطها على السمك فلازم لما نكون حطينها على السمك ما يكونش في اي كتلة خلطة انتو شفتوني ان انا اصلا بشرت التوم لوحده فرمته وعندي الحل اهو عشان هعمل الرز نزلت فيها شوية زيت زتون ونزلت البصلة المفرومة ممكن تضربها في المفرومة بتاعتك او تعمليها بتقطيع هند كده زي ما انا عملت تقطيع ايد وتقليب لحد لما نحمرها وبعدين انا غسل الرز ونقعي الرز بسمتي وهنا برضو جبت السمك حطيت على السمك آآ الخلطة بتاعتي الاول وبعدين نزلت بيضة وشوية دقيق وبعدين هقلب كويس قوي وتابل كويس جدا واسيبها شوية كده على جنب حوالي عشر دقيق لما كمل الرز افضل بس احاول ان انا ادخل فيها كل المكونات عشان تتشرب بالتدبيلة وهنا انا عندي البصلة حمارة خلاص هنزل عليها بكوبايتين رز بسمتي منقعين من قبل وهنزل عليها بالتدبيرة ورق لورا قرونفل كسبرة كمون ميجي ملح وجارليك باودر بطرة التوم وهنزل عليها بكوبايتين مية وبعدين شوية صغيرين بس بس معلقة شاي كده وهقلب اقلب كويس قبل ان منزل عليها بالمية جماعة هنقلبها كويس قوي بحيس ان احنا نخلي الرز يتشرب من كل الخلطة اللي احنا عملناها ده بيخلي طعمه روعة جدا وبيرفعه في حتة تانية خالص بيخليه طعمه تحفى وهنزل عليها بكوبايتين مية الرز بايش من قبل كده ما تنسوش وهغطي عليه واسيبه يغلي وبعدين اهدي دلوقتي انا هبدأ احمر السمك نزلت طبعا بالزيت الاول الطاوصة لازم تكون نشفع لشان ما تعودش التقطق في هنا وكده وانتحرق وبعدين حمرت الزيت ادحته كويس لازم الزيت بتاع السمك يتقضح كويس وبعدين بعد مش كويس يعني يطلع دخان لأ بس يتسخن كويس قوي الاول وقبل ما يطلع دخان كده يعني تتأكدين ان هو سخن بتتبليه في الدقيق بنتبله في الدقيق كويس وبعدين بنزله في الزيت وما نحركوش خالص ولا نلمسه نهيئ الا بس لما نتأكد ان هو همرة من تحت بدأ يتماسك القوين بتاعه علشان ما يتفرفضش منه عشان ده سمك في ليه وبعدين بعد كده نقلبه عن ناحية التانية طبعا زي ما شفتم معايا في الاول وانا بحضر التدبيلة انا اتعمدت ان انا اقطر التدبيلة وحط البيضة وشوية الدقيق علشان اعمله زي ما بنعمل كده اللي هي التدبيلة بتاعت الكنتاكي ان لما يجي احطه في الدقيق بعد كده اعاوز يكون كل سيل علشان عشان يبقى الدقيق عليه وينزل ويديني في الاخر اللي هو بيبقى في الكنتاكي والشكل الحلو الجميل ده ويعني شكله بجد طلع يشرف وروعة جدا زي ما انتم شايفين دهبي كده وجميل قوي ويتشرب من التدبيلة دي وطبعا لما تجوا تحطوه في تحطوه في الدقيق مش بتبطبطوا بيديكوا كده لأ بس انتم بتحطوه في الدقيق كده وبعدين بتقلبوه الناحية التانية وبتقوموا جايين منفضينه كده فطبعا ايه بيطلع في الاخر في الحاجات اللي انتم هتشوفوها دي دلوقتي فببقى حلو جدا وكريسبي زي ما قلتلكم يا جماعة احنا مش هنقلب اولا حاجة لما نتأكد ان هو فعلا بدأ يتمسك وبدأ من الجنيب يحمر ده عشان بتقول ازاي نعرف ان يحمر من الظهر طب احنا محتاجين نقلبه لأ ببصي كده على الجنيب وعلى الاطراف بتاعته هتلاقي حمر تبقى تعرفي ان خلوص ده الوقت ان انا هقلبه فيه دلوقتي هو شكله بدأ يحمر من الجنيب فهنبدأ نقلب شكله روعة يعني بجد شكله فضيع السمك ده جميل او يا جماعة لو في لي او سمك عادي عملتو بالطريقة دي هيبقى يشرف جدا جدا بس الفرق لو سمك عادي آآ عندك سمك مش في لي السمك اللي هو بالراس بكل حاجة ده بتشؤيه من الظهر من كل ناحية شقة كده حلوة غويتة لحد ما توصل للسلسلة والتب دي نفس التدبيلة من جوه ومن برا بيطلع عندك كريسبي وروعة جدا جدا ويشرف وطعم جميل وعلى فكرة يا جماعة في الصحة احنا محتاجين كلام الدكتور بيقول يعني ان احنا ناكل مرتين في الاسبوع سمك لازم ناكل علشان في فاتي اسد بيغزي المخ وبالنسبة للاطفال طبعا اهم حاجة شفتوا طعمه جميل جدا جدا ويشرف وكريسبي زي ما انتو شايفين حاجة حاجة متعة السمك السمك ده طلع مني حاجة متعة يعني بجد هتصدقوني هابدع بقى قدامه بتقديمة لذيزة كده بشوية كسبار مرشوشين عليه من فوق كده وخلاص حطيت الرز غرفته بالطريقة دي وعندي السمكة وطعمه روعة يا جماعة روعة وعندي صلطة عادية خلص مرشوش عليه شوية لمون لو اعجبكم الفيديو متنسوش الاشتراك والسلام عليكم